تحليل السكر العشوائي بيقص مستوى السكر في الدم في أي وقت خلال اليوم غير ما تحتاج تكون صوي لكن برغم كده في عوامل كتير ممكن تخلي النتيجة أعلى أو أقل من نتيجتك الحقيقية زي إيه العوامل دي؟ زي الأكل أو الشرب يعني لو أكلت وجبة مليانة سكريات أو نشويات زي الرز أو العيش أو الحلويات قبل التحليل ده ممكن يعلي نتيجة السكر كمان شرب الحاجات اللي فيها نشويات أو كفايين زي الشاي أو القهوة بيأسرع نتيجة برضه كمان لو عملت الرياضة قبل التحليل ده ممكن يقلل مستوى السكر لأن الجسم بيحرق الجلوكوز أثناء نشاط برضه بعض الأدوية زي الكورتزون أو أدوية السكر أو بعض المكاملات الغذائية بتزود أو بتقلل نتيجة السكر كمان الزعل أو الإجهاد بيرفع مستوى السكر وده بسبب إفراز هرمونات زي الكورتزون والأدرنانين يعني نخلي بنا من حالتنا النفسية وإحنا راحين نحلل لو عندك دور برد أو التهاب برضه السكر ممكن يعلم لأن الجسم بتعامل مع المرض كحالة طوارئ فبيعلي السكر علشان الجسم يستخدمه في إنتاج الطاقة اللازمة لنقامة العدو يبقى علشان تدمن نتيجة دقيقة لتحليل السكر العشوائي ما تكلش وجبات تقيلة أو حاجات مسكرة قبل التحليل ولو عملت الرياضة استنى شوية قبل ما تعمل التحليل ولو بتاخد أدوية أو مكاملات غذائية لازم تقول الدكتور الأول ولو النتيجة طلعت غير متوقعة بالنسبة لك ممكن تحتاج تعمل تحليل تاني زي السكر ثويم أو الترقوم وخلينا عارفيني أن النسبة الطبيعية لتحليل السكر العشوائي أقل من 200 ميلي جرام لكل دي سيلتر لو تلاتي نتيجة أعلى لازم تروح للدكتور عشان تتطعم الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن العوامل اللي بتأثر على تحليل السكر الترقوم لو عايزين تشوف الفيديو اللي جاية اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديو أو الماني أشوفكم على خير سلام عليكم